اشتركوا في القناة 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 لازمين خشن حتى شايفنا دي هو الرجوزونها. هلو يبقى دي كده النواة وده غشاء النواة. المهم انا باسبغ بالمست كامان ستين بتاعتي وهي الهيماتاكسلين اند يوسين او اتش اند اي. باشوفها ايه? قالك باشوفها بايزوفالك. يعني ايه بايزوفالك? قلنا ان بايز يعني قاعدة. فالك يعني بيحب. ايه اللي بيحب القاعدة? تفقنا يا دكتور ان الحمد بيحب القاعدة. والقاعدة بتحب الحمد. طب ايه اللي بيحب القاعدة? قالك الحمد. طب هو النواة دي اصلا بتحتوي على احماض. قالك اذا بتاعها ما هو الا دي ان اي وار ان اي اللي كنا بنسميهم باللغة العربية الاحماض النووية. يعني ايه نووية? دايما كده يقول لك احماض نووية. هم مش عارفين عن نووية. نووية يعني موجودة داخل النواة. تمام? يبقى بيقول عليها الدي ان اي. الار ان اي. عشان هم موجودين في النواة وهم احماض. بسميهم احماض نووية. دي ان اي اختصار دي اوكسي رايبونيوكليك اسد. وار ان اي اختصار رايبونيوكليك اسد. اسد يعني ايه? يعني حمض. فلانها بتحتوي على احماض. الحمضة هيحب القاعدة. فبشوفها لما اسبغها في الاتش اند اي. اللي ما تاكسين اند ايو سين. بايزوفالك بتحب القاعدة وبتظهر بيه اللون البلو. اللون الازرق لان لون البيزوفالك blue in color. لونها ازرق. كويس جدا جدا. طب الابيرنس وا بتاعها بتظهر ازاي؟ عشان تفهم الابيرنس ده لازم لا اول اشرحه لك حاجة اسمها الكروماتين. يبقى احنا كده خلصنا there. واكلمنا عن النصination. وفيه جزء في اسمه الابيرنس. عشان تفهم انه يجبه اشرح لك حاجة من ال استركيبا. حاجة من التركيب اسمها الكروماتين. طب الاول هو استركيبا ميتكون من اييه. يعني النوادي عندنى بتتكون من ايه؟ تعال كده لما نشوف النواه بتتتكون من ايه. قال لك بتتكون عندنا من أربع مكونات أربع مكونات ناخدهم من بره الجو قال لك أول حاجة يعني غشاء النواة ما هي النواة دي يحيط بها غشاء طب بس ما ليه قال لك غشاء النواة دي يعني يغلف أو يحيط فاكن لما شبهت لك غشاء الخلية بجلدك وقلت لك كما إن جلدك يحيط بعضمك وعضلاتك فإن غشاء الخلية يحيط بالخلية وقلت لك زي ما جلدك بيغلف عضمك وعضلاتك كمان غشاء الخلية بيغلف الخلية زي برضو ما جلدك بيغلف عضمك وعضلاتك غشاء النواة بيغلف النواة فأقول عليه يعني اللي بيغلف النواة طب قويس جدا طب خلاص النواة بعد ما ليها غلاف أو غشاء بيغلفها وبيحيط بيها اهو بيها ايه كمان؟ تعال ندخل جواه كده هنلاقي حاجة اسمها الكروماتين هشرحها لكسبة كونها دلوقتي طب بعد الكروماتين في حاجة اسمها نيوكلر ساب يعني ايه نيوكلر ساب؟ قلك ساب يعني سائل هلو؟ ك�로 دي يعني بص Beautiful يعني بصنا اواجاب لك المعنى اللي تحسوا كده فيه قافية مع التاني يحسي بقي أسهل ساب يعني سائل هلوو طب فيه سائل موجود داخل النواة السائل ده يعني ساب ولئينه موجود داخل النواة نيوكلر ساب يعني السائل النواوي السائل الموجود داخل النواة هلو؟ السائل هو اللي بتعوم في كل المكونات الداخل النواية هذا هو الغشاية اللي بيغلي في النواية بعدين حاجة اسمها كروماتين عاملة زي خيوط وكوار هنفهمها كمان شوية ونوكلارساب دا السائل الموجود داخل النواية بعد كلا في حاجة اسمها النوية النوية دي ايه؟ قال لك النواية دي مصغر نواية طب انا قلت نواية نيوكلس لما عاوز اصغرها بالانجلش اقول عليها ايه؟ قل عليه نيوكليولس جزائها كده لو مش عارف تنطقها نيوكليولس يعني يبقى انا عندي غشاء النواية اللي بيغلي في النواية عشان كده سميته بعد كده عندي حاجة اسمها كروماتين هتشرحها حالا بعد كده عندك حاجة اسمها عبارة عن السائل الموجود داخل النواية اللي بتصبح فيه كل المكونات بتاعة النواية واخيرا النوية يلو بعد ما خلصنا وتكلمنا عن جزء من الستيينج ودخلنا في الستركشور وعرفنا الاربع حاجات دول نهدأ بالكروماتين هتكلم فيها عن حاجتين هتكلم عن الديفناشن هتكلم عن التعريف ايه هو اصلا الكروماتين ده بعدين هقولك ان الكروماتين ده في منه شكلين حاجة اسمها ايو كروماتين حاجة اسمها يو كروماتين وحاجة اسمها هاترو كروماتين طب نبدأ باسم الله ايه هو الكروماتين ده اصلا قالك الكروماتين ده بتكون من حاجتين. اول حاجة الدي اين اي دي اوكسي رايب ونيوكليك اسد. الدي اين اي ده هو ايه? هو الحمض النووي. يعني ثاني واحدة بس يا دكتور كده. الكروماتين ده هو هو الدي اين اي الحمض النووي بتاعي? اقول لك اه. بس احنا عندنا مشكلة. تقول لي ايه المشكلة? اقول لك دلوقتي الدي اين اي ده طوله اتنين متر. تقول لي المشكلة لما الدي اين اي بقى طوله اتنين متر. اقول لك انت اصلا ممكن ما ما يكونش طولك وصل اثنين متر. تقول لي اه صح. بس الديين ايه ده بقى مش هيدخل جوا جسمك. ده هيدخل جوا نواة. النواة دي موجودة داخل الخلية. الخلية دي موجودة جوا جسمك. لك انت تتخيل ان الخلية لما تفتكن لما كنا بنتكلم في الاول طولها اساسا من حوالي مايكرو میترز يعني. من خمسة لمية وخمسين مايكرو میتر حاجة زي كده. ده في الغالب بتاع الخلية. فتخيل بقى ان انا عايز احط الديين ايه ده اللي طوله اثنين متر. ادخلوا داخل النواة. داخل اللي موجودة داخل الخلية. اللي موجودة داخل جسمك. الخلية اصلا نحن بيجي نشوفها تحت المايكروسكوب. ازاي بقى احط دي ايه ده اصلا جوا النواة بتاعتي. قال لك بص. هلفه على حاجة اسمها هستون ادنان هستون بروتينات. يعني هلفه على بروتينات. البروتينات دي اسمها ايه هستون اند نون هستون. الفه بالشكل ده كده. عشان يقصر. واقدر ادخله داخل النواة بتاعتي. ازاي? قال لك سمعت قبل كده عن خيوط الحياكة او بكرة الخيط. قال لك الخيط ده بيبقى طويل جدا 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 جدا. لو البكرة فالتت كده وقعت لأ هتلاقي الخيط ده عشان تلفه تاني اخد وقت. قول جدا جدا. طب اعمل ايه? بكرة صغيرة زي كده. او خشبة صغيرة زي كده. بلف عليها الخيط ده. الف عليها الخيط ده. فالخيط يشغل حي صغير جدا. اللي تستعملها ماما او تيتا في الحياة. او الخيط يعني. طب. الـ DNA لا طبعا مش محتاجة اقولك انه هو double stranded. يعني ايه stranded يعني خيط. يعني ايه دابل يعني اتنين. اهو. اللي اتنين ملتفين على بعض بشكل ح على زوني ما ايه ما نشكل عنده دلوقتي. طب. بسمي بها ايه? بسمي ايه? الكلام ده كله. عايز اختصره. اقول عليه كلمة واحدة تلماني ادينا دي كلها. قال لك اقول كلمة اسمها نيوكليو روتين. يعني ايه نيوكليو روتين? قال لك اصل هو بتكون من الـ DNA اللي هو الحمض النووي. سميته الحمض النووي DNA لانه موجود داخل النواة. حلو. فعشان كده قلت اول حاجة نيوكليو. طب. هستون عندنا هستون دول ايه? دول بروتيز دول بروتينات. فقلت ان هو بتكون من نيوكليو بروتين. يعني ايه نيوكليو بروتين? يعني في الـ DNA الموجود داخل النواة. فقلت نيوكليو. وفي الهستون ونهستون. ودول اصلا بروتينات. فقلت بروتين. فهو بيتكون من نيوكليو بروتين. بيتكون مع الـ DNA ملفوف حوالين بروتين عشان طوله يؤثر اسمه هستون. عارف ان ممكن عمليا ما تكونش قادر تدخيل. فان شاء الله نشوف فيديو انا ماشي. شايف ايه اللي قزامك ده? ده الحمض النووي. طب الحمض النووي ده طويل جدا ج جدا جدا. ازاي دخلوا داخل النواة? اللي موجودة داخل الخلية اللي موجودة داخل جسمي. تعال نبص كده. قال لك الحمض النووي ده هبتدي. discussing. على حاجات اسمها طيب بعد ما الفه ايه اللي هيحصله? هبتدي اصلا الحمض النووي يلفوا على بعض اكتر واكتر. اليفوا على بعض. اليفوا على بعض. tight light coupled with a JUST اكدسه واصغره اكدسه واصغر. تعال نشوف فيديو تاني. بص. قد دي ال دي ان اي شاف طويل ازاي? لان ازاي باقصروا. قال لك هلفوا على حاجة اسمها. والهستون والان هستون دول يتحدوا مع بعض والزاوف بعض او يلزاوف بعض او يلزاوف بعض او يلزاوف بعض او طالما دلوقتي. انا عندي ايدا خيوط الدي ان اي. لفت على حاجة اسمها عشان تقصر وتقصر وتقصر وقدر ادخلها داخل النواب تعطي. اسميها ايه دلوقتي? اسميها كروماتين. يبقى الشكل اللي قدامي ده ما هو الا كروماتين. حلو جدا. الكروماتين ده هي اتحب مع بعضه ويلزاوف بعضه اكتر واكتر واكتر واكتر. يتكدس اكتر واكتر واكتر واكتر. بعدين اللي يحصل? قال لك يتكدس اكتر واكتر 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 واكتر. يبقى في الشكل ده. بعدين يتكدس اكتر واكتر 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 واكتر. يعمل لي في الاخر ايه? يعمل لي حاجة اسمها كروماتيد. اللي يهمني في الاخر ان الكل دلوقتي كروماتين يعمل لي حاجة اسمها كروماتيد وكروماتيد جنب كروماتيد يعمل لي حاجة اسمها كروموزوم. انا مش عايز منك كل ده. انا عايزك بس تفهم ان الكروماتين ده لما بيتحب مع بعضه كده. بيكونني في الاخر حاجة اسمها كروموزوم. مش عايز بدأ الخلك ان هو كان اسمه كروماتين. وكروماتين ده عمل لي واحد كروماتيد. وكروماتيد اتحد مع كروماتيد وعمل دونه حاجة اسمها سنترومير وعمل حاجة اسمها كروموزوم اللي يهمني ان انت تبقى عارف ايه هو الكروماتين وتكون فاهم الموضوع بشكل واضح جدا. اتمنى اكمن الفيديو اللي فات ده واضح لك الدنيا شوية لان الناس لحد الوقت ممكن نعد على سمع زمان كروماتين وكروماتيد وهو ولا فاهم ايه هو كروماتين ولا ايه هو كروماتيد ولا ايه كلام ده كله. فا اتمنى بس نكون فيمنا ان هو بدكوى من دي ايه مرفوف لفناه على histone and non histone proteins وده سميته نيوكليو بروتين ده كل انا عايزه منك لحد دلوقتي. بعدين بيقولك ان هو it represents genetic material يعني ايه الكلام ده يعني هو بيمثل المادة الجينية بتاعتي. material يعني مادة وجينتك يعني جيني. هو بيمثل المادة الجينية بتاعتي. الدي ايه بتاعي ليه بقى؟ لانه اتفقنا توريتك في الفيديو الاميشا من شوية ان الكروماتين ده هو بيمثل المادة الجينية بتاعتي. المادة الوراثية بتاعتي. ليه? ان الكروماتين عبارة عن دي ايه. والدي ايه هو الدي ايه بتاعتي. طب. بعدين بيقولك ان الكروماتين is the chromosomal material. يعني بيقولك ان الكروماتين ده اصلا هو هو الكروموزوم. ليه بقى؟ لان اتفقنا توريتك في الفيديو الاميشا من شوية. ان الكروماتين ده هيتاحب مع بعضه يتاحب مع بعضه يتاحب مع بعضه يتاحب مع بعضه يعملي حاجة اسمعه كروماتيد. وكروماتيد يلزق في كروماتيد ويربطهم مع بعضهم حاجة اسمعها sentromere يععملي كروموزوم. انا مش عايزك تقول الكلام ده انا عايزك بس يعرف ان الكروماتين ده هو هو الكروموزوم الماتيريا. كويس جدا جدا. بعد كده بقى فيه جملة مكتوبة عندك ده عشان تفهمها يعني محتاجة اشرح لك كزا حاجة كده. تمام? هي جملة مش سهلة الحقيقة فهمها. لكن هفهمها لك وقولك حتى لو انت مقدرتش تفهمها او نسيت في الامتحان الشرح لانا شرحته لك لقدرت فكارها ازاي. طب. دلوقتي انا عشان اسافر انتقل من مكان لمكان تاني. بجيب شنطة الصفر بتاعتي. وارتب الامتعة بتاعتي ارتب هدومة ارتب كل حاجتي. بنظام كده. بيه بارتب حاجتي بنظام كده. واقفل عليها كويس الشنطة. قال لك عشان لو كانت بالشكل ده مش مترتبة مش متنظمة بمعنى اخر مش مقفول عليها كويس. ممكن اي حاجة من الامتعة بتاعتي اي حاجة من هدومي سواء كان موبايل اي حاجة كده اقدر افقدها. لو ما قفلتش على حاجتي كويس هيبقى سهل فقدها. طب كويس جدا جدا. تمنى يكون الحاجة البسيطة مفهومها. تعال بقى اشرح لك حاجة تاني. فاكر لما اتكلمنا عن رايبوزوم وجينا بوز بالالكتروم مايكروسكوب. قلنا ان في حاجة اسمها عملية البروتين او عملية تصنيع البروتين. قلت ان عملية تصنيع البروتين دي بتتم ازاي. قال لك ان في حاجة اسمها البوليبيبتايد شينج. المهم ان احنا عارفين ان كل بروتين بيدكوى من احماض امينية. وفي عدد ثابت من الاحماض الامينية اللي هو واحد وعشرين وعشرين حمضة امينة بيدخلوه بتركيب كل انواع البروتينات اللي عندي. وتلي باكيد يا دكتور اختلاف الاحماض الامينية دي مع بعضها بيانتج عنه بروتين مختلف. لانه هم عندي عشرين او واحد عشرين. البروتينات بالالاف. طب. بقدر لوقتي ايه اللي مفروض يحصلون? ما ينفعش انا كريبوزوم اعمل بروتين كده من دماغي. لازم يبعتلي ترتيب الاحماض الامينية دي. طب مين اللي يبعتلي هذا الترتيب? قال لك فيه اواحد ده هيحمل او ترتيب الاحماض الامينية. طبعا ده اشرحناها بالتفصيل في الريبوزوم بس وقل لك منلاحظة بسيطة عنها كده عشان تفهمني في اللي جاي. ماشي عم محتاج الشرح التفصيلي بساعة ارجع للريبوزوم. طب. الامينو اسد سيكونس او ترتيب الاحماض الامينية. لازم يبقى فيه رسول. الرسول ده يحمل المعلومات. يحمل المعلومات بايه? يحمل المعلومات بترتيب الاحماض الامينية دي. حلو. فعلا الرسول تصنع وتعمل وجاي يشالي الاحماض الامينية دي. طب لازم بقى عشان اعمل انا بروتين مكون من احماض امنية. لازم حد يجيب لي احماض الامنية. أنا خلاص عرفت الترتيب هعمل حمضة. مين اىassembي بيه بعد ديه بعد سيه هعمل الترتيب ده هعمل افضر بعد الان وهو علي افترض من كانت الترتيب ده جاء طبعا بقى كواد وبعد são حاجة تانية. المهم انا خلاص عرفت الترتيب بتاعي. هعمل ايه? محتاج حد يعمل لي يلتقط هذه الاحماض الامنية ويجيبها لي. مين اللي هيعمل كده? واحد اسمه او الناقل هلتقط ال احماض الامنية ويجيبها للرايبوزوم. بعد ما خلاص انتقل وجابهم اللي هيحصل بها. خلاص كده الرايبوزوم ما عندوش اي حجة. عارف الترتيب بتاع الاحماض الامنية وفيها من عن طريق الماسنجر او الرسول. جاي شاير رسالة وبعتها له وقال له دي الاحماض الامنية ده الترتيب بتاعها. واحد تاني جاب له الاحماض الامنية. قال لك خلاص كده انا ابتدي اعمل بروتين بتاعي. فعلا ابتدي اعمل حاجة اسمها بولي ببتايد شين. واتفقنا ليس منها بولي ببتايد شين. سلسلة عديد الببتايد لان في حاجة اسمها رابطة بابتدي ما بين كل حمضة اميني وحمضة اميني تاني. ماشي. بيتمتدي باع الجروب باع اليوم الكلام ده لما شرحت لك قبل كده ولما عدت بسرعة دلوقتي ما قلت لكش الماسنجر ار ايني ده اصلا جاي منين. انت عارف ان الكروموزوم ده وخلاص في سورة كويل مقفولة على نفسه. طب انا دلوقتي عايز انسخ الجينات دي. عايز اعمل عملية النسخة عملية اسمها ترانسكريبشن. المهم. مش هنتكلم عن عملية النسخة دلوقتي لكن هقول لها الحاجة بسيطة. دلوقتي انت عندك اي ده الكروموزوم. الكروموزوم دا متكتل على بعضه. انا عايز الجينات تكونبeras كده بحيث اقدر اعمل لها عملية نسخ. ولما عمل لها عملية نسخ اعرف اقدر ابعت الرسول. ولما ابعت رسول ده ابعته بترتيب الاحماض الامينية عشان يكون البروتين. انا مقدرش خالص اعمل عملية نسخة او اكون بروتين والكروموزوم بتاعمل بتكتل كلها. لابد لي افكوا ثاني افكوا ثاني. افكوا ثاني. افكوا لحد ما يرجع تاني للشكل البسيط بتاع ال DNA بتاعي أبقى خلاص عندي ال DNA بتاعي أقدر أنسخ ال DNA ده وبعد أعمل المسنجر RNA الحمض الريبوزومي الحمض نوي الرسول يروح بقى بالرسالة للريبوزوم عشان يعمل البروتين زي ما شرحنا من شوية نعم جويس جدا جدا إيه اللي هي حسن؟ أنا خلص نسخت إيه اللي يا شاب دي؟ دي النواة دي ودي البورز اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي توقوبه الموجودة في غشاء النواة اطلع المسنجر RNA لإني خلاص فكيت فكيت الكروموزوم لو حاجات أصغر وأصغر وأصغر لحد ما خلاص بقى بقى ال DNA هو الوحده مش ملفوف على الهيستون ونانهيستون بقى الوحده أقدر أنسخه برحتي وأقدر أبعد الحمض أنوي الرسول المسنجر RNA المسنجر RNA طالع أهو خلاص هيعمل إيه دلوقتي؟ هيروح يربط حاجة اسمها الوحدتين بتاع الريبوزوم طب لما يربطهم في بعض خلاص كده وراح بعط له قال له بص أنا خلاص أهو فكينا الكروموزوم وحتى شلنا الهيستون ونانهيستون بقى الديه الوحده وأنا اتنسخت وجدت لك شاي للرسالة اللي فيها ترتيب الأحماض الأمينية تفضل اعمل بورتيني قال له ما أنا ما عنديش الأحماض الأمينية قال له ولا يهمك واحد اسمه ترانسفير RNA أهو جاب لك الأمينو أسد على حسب الترتيب اللي أنا باعته لك وفعل هيجي ترانسفير RNA شاي الأمينو أسد بيجي كل واحد منهم لحد ما نعمل السلسلة سلسلة عديد البورتايد اللي في الآخر هتتحب مع بعضها وتعمل البروتين بتاعه أيوا يا دكتور بقى علاقة الكلام اللي انت شرحته ده اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي هفهمك الكلام ده ما شرحتوش كده عشان الجملة دي بس لا عشان هحتاجه كمان قدام وأنا بشرح حاجات في النيوكليس فاهميني قوي تكون فاهم الحتة ده المهم زي ما اتفقنا إن أنا مسافر فخلاص هحضر الأمتعة بتاعتي هنسقه وحطه بشكل منظم بحطه بشكل منظم ليه عشان لما يقفل للشنطة بتاعتي السفر بتاعتي ما تبقاش بالشكل ده هتقدر تتقفل كويس فبالتالي وأنا مسافر ما فيش أي حاجة إنه الشنطة بتاعتي تقعود ديها كويس جدا دلوقتي في الدبايدينج سلس يعني إيه الدبايدينج سلس يعني أنا كخلاية هنقسم هبقى تنين إيه اللي هيحصل لما الخلاية هتنقسم وتبقى تنين كل حاجة فيها تبقى تنين يعني النواية دلوقتي هتنتقل إلى خلية جديدة حلو النواية عشان تنتقل لخلية جديدة ينفع تسيب لديه إن إيه بتاعها كده مفتوح لا لو هي بتنتقل لخلية جديدة ممكن حاجات من الجنطة بتاعها تقع ولما حاجات من الجنطة بتاعها تقع تعمل حاجة اسمها تفارات وتعمل مشاكل كتراجدنا جدا يتلكها النواية يتلك الخلية قبل ما الخلية ما تيجي تعمل عملية انقسام هتنتقل لخلية جديدة تنبي يا نوان نعم تقول لها خلي بالك الدي اني بتاعك يبقى فصورة كويلد تقفلي عليه كويس يبقى فصورة كروموزوم كده تلفيه على الهستون وتضميه في بعضه وتكتليه بحيس لما جنتقل لخلية جديدة ابقى خليتين ما فيش اي حاجة تقع من الدي اني ايه ان لو حاجة وعت من الدي اني ايه الجيناتيك ماتيريال ده يحمل الصفات الوراسية بتاعتي يحمل المواد الجينية بتاعتي استطيع انو احصل تفرط وحصل مشاكل هاتقلها ضحى عندك انو حاضر لما اجي انقصم ويبقى انقويل rotations في القرومتين fils هو� Ble Baturin للقرومتين ما ايبقى لدي ان ايه لا انا مش فاضي بقى او اعمل sport Não要 immag Euros ou Ne util document notice ontinue او اقام بل عامل saker انا ا hamq same promote 2 shirt لازم احافظ علمادة الجينية بتاعتي لازم اربطها كويس عشان لما بقаж reception عليها اقفل عليها كويس بيبقاش في حاجة تطلع برا كده فما تفقدش اي حاجة من المادة الوراثية بتاعتك. طب دافل. طب الجملة اللي مكتوبة عندك بقى مش دين. انا اكتب لك دي عشان افاهمك. بيقول لك في يعني ايه يعني الانوية او الخلايا اللي مش هتمقسم. ايه اللي هيحصل بقى? قالك انا هبقى موجود في يعني يعني خلاص بقى انا دلوقتي مش همقسم. حلو? خلاص بقى. افك لدي اني بتاعي براحتي. وابتدي انسخ اعمل المرن ايه اللي في النهاية هعملي البروتين بتاعي براحتي. اعمل البروتين بتاعي براحتي ليه? قالك انا خلاص مش هنقسم. مش الان افقد حاجة من دين ايه بتاعي. فطالما انا تالما انا مش هنقسم راحتي بقى خلاص. يعني اتفك وابقى دين ايه كده. مش هبقى منفوف على نفسي. اتفك براحتي ليه? عشان اعمل البروتين بتاعي واصنعه وما الى ذلك. وحد يقول يا دكتور يعني انت شرحت كل ده عشان تفاهمني السطر ده? لأ ممكن اقولك بواسط شديدة. الموضوع ده هياخد شرحي طويل واحفظها كده. non dividing uncoiled. نفي مع نفي. وهي ما بتنقسمش بتبقى uncoiled. لكن هي dividing بتبقى coiled. الاسبات مع الاسبات. dividing coiled. لكن نفي مع نفي. non dividing non coiled. طب شرحتها ليه يا دكتور وضيعت مني خمس دايق من عمري الكتير. الاول عشان لازم تكون فاهم كل حاجة لازم تبعارف الكلام. انت دكتور. تاني حاجة عشان انا هحتاج نفس الشرح ده قدام. فلما جاء مع اني كده كده هاشرحه تاني. هاشرحه برقتي وبنا اخلص ده. يبقى تقول كده definition of chromatin بسرعة. قالك الكروماتين ده ما هو الا دي ان ايه. بس دي انيه تطويل جدا. لازم الفه على حاجة. الفه على بروتين اسمه stone and non-histone protein. طب لما جاء سميه اسمي ايه? اسميه نيوكليو بروتين. ليه نيوكليو قالك لان دي ان ايه ده اسمه الحمضة النووي. نووي لانه موجود داخل النواة. فاقول نيوكليو. اختصار يعني من جاية من نيوكليوس. طب اقول نيوكليو بروتين لاني معاها histone and non-histone proteins. فاسميها نيوكليو بروتين. حل. وطبعا عارفين ان دي انيه double stranded مكون من خطين ملفوفين على بعض. حل. وقالك ده بيمثل ال genetic material بيمثل المادة الجينية المادة الوراثية اللي بتحمل المعلومات الجينية انا. ماشي. اكيد لكن الكروماتين هو الكروموزوم الماتيري. لو شرحتها لك ازاي. لكن الكروماتين يتلف ويدك كده يلزق في بعضه. يعملني حاجة اسمها كروماتيد. وكروماتيد يتحد مع كروماتيد. عن طريق قطع اوسط الوطم اسمها سنترومير موجودة في النص. المهم في الاخر يكوني الكروموزوم. انا عايز اكتعرف ان الكروماتين هو هو الكروموزوم. بعدين قلنا في الخلايا ال non-dividing اللي مش هتنقسم. خلاص براحتي بقى بقى انكويل ده صنع البروتين بتاعي براحتي. لكن لو انا هبقى divide هنقسم. لا. اقفل على حاجتي كويس ابقى كويب. طب كده خلصنا ال defination. يلا بقى نتكلم على عندنا حاجة اسمها تو فورمس. تقولي ايه اللي تو فورمس ني. قولك انا عندي شكلين من اشكال الكروماتين. عندي شكل تقولي مش مستغرب يا دكتور. قولك واحد اسمه يو كروماتين. تقولي اسمه يو كروماتين. اقولك لا. ال اي هنا سايلنت لاتنخقول يو كروماتين. ن cheer. والتاني اسمه هاترو كروماتين. انا عندي شكلين. بتقولي طب ايه الفرق؟ اقولك زي ما تكلمنا بعض كده. انا عندي اساسا الكروماتين. يا اما هيبقى كويلد كده. ملفوف 와سج ببعضه جدا. يا اما هيبقى مفروود كده. مفروود كده. finjuk اقول لك واحد فيهم انكويلد والتاني كايلد. طب ثانية واحدة بقى. قال لك الانكويلد ده بسميه اسم تاني. بقول عليه اكستاندد. يعني اكستاندد. يعني مفروض ممدود زي ما انت شايف كده. اه. يعني هو مش مطوي. مش ملفوف على بعضه. وهو مفروض بالشكل ده. حد دي قدر يقول لي كلمة اكستاندد. سمعناها فين في المنهج قبل كده. لو تفتكر لما اتكلمنا عن عملية الفاجو سايتوزس قلنا من الخلاب يمتدي منها اكستانشنز. بتدينها امتدادات. ولما تفتكر برضو لما اتكلمنا على الاندو بلازمي كروتيكلم. قول ان هي تمتدي من غشاء النواع نيوكلار ميمبراين لحد غشاء الخلية سايل ميمبراين. الحمد لله مش بفقرك بس الحاجات اتقالت فين. لا بفقرك الكلمة اتقالت فين قبل كده في المنهج. طب المهم ان عندنا اليو كروماتين والهاتر كروماتين. اليو كروماتين ده بيبقى اكستاندد بيبقى ممدود. بيبقى انكويلد مش ملفوف لان الملفوف اهو بيبقى كويلد. طب الم الملفوف على بعضه ده. يعني ان اكتف. هل الملفوف على بعضه ده يقدر يعمل لي بروتين? قلتوا لقى دكتور. مش هيعرف يصنع لي بروتين. ليه? لان انا عشان اصنع بروتين لازم افك وكده. ولما افك وكده اعمل عملية اسمها عملية نسخ. وعملية النسخ دي بيانت وجعانها حاجة اسمها الحمد الناوي الرسول. وهذا الرسول يا دكتور زي ما قلت لي بيروح شاير رسالة ترتيب الاحماض الامينية للريبوزوم. والريبوزوم يعمل عملية اسمها ترانسليشن. يعني ترانسليشن يعني ترجمة. يعني يقرى الشفرة اللي شيله له المسنجر RNA. ارى مثلا احمر برتقالي ازر. انا بقولك تمام ببسطك الموضوع. لما يقرى الشفرة دي يعرف ان الشفرة دي بتاعت حمده اميني وليكن اللايسين. فيروح ايل يا تي ار اني اي. يا ترانسفير ار اني اي. يا حمده ناوي الناقل. انقل لي اللايسين. انا لسه مترجم شفرة اللايسين. فيروح التي ار اني زي ما شفنا فيديو الانيميشن. جايب له اللايسين وحطه يكون البروتين بقى بعد كده. المهم ان هو ان اكتف ليه? لان هو مش هيقدر يصنع بروتين. مش هيقدر ليه? لانه مطوي على نفسه جدا جدا. طب. يبقى ده اكيد الجينز اللي موجودة جواها اكتف. اكتف ليه? لان هي هتقدر يحصل لها عمليات اللي هنتجعناها في الاخر تصنيع البروتين. فهي جينات اكتف. لكن التانية يعني جينات غير اكتف. مش هتقدر تصنع بروتين ليه? لانها مطوية على نفسها اوي 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 مش هيقدر يحصل لها عملية النسخ وعملية الترجمة اللي هما ترانسكريبشن والترانسوليشن. وايز جدا. بعدين بيقول لك بما انها الاكتف جينز العملية دي هتبقى موجودة في اين? موجودة في الاكتف سيلز. يعني ايه اكتف سيلز? يعني الخلايا اللي بتصنع. الخلايا اللي بتصنع ايه اشهر حاجة عندنا? الخلايا المصنعة للبروتين. الخلايا اللي بتعمل البروتين. طب دي هنا بقى في الان اكتف سيلز. يعني ايه ان اكتف سيلز? يعني خلايا غير قادرة على تصنيع. غير قادرة على التصنيع يعني خلايا خاملة مش ناشطة كسلانة خلايا غير ناشطة كسلانة اسمها وهنقول مثال يعني small lymphocytes افهمك يعني ايه small lymphocytes؟ طب تعال بس اقولك ازاي بعد ما فهمناه ونحفظه بص عندك اليو كروماتين الي بيبدأ بحرف اليو سايلنت ده اكستند بايس جدا حيب طب نحفظ بها ازاي الهاترو كروماتين هنعكس اليو كروماتين يبقى انا عرفت الي بدأ بحرف اليو ده هو الاكستندد هو المفروض بما انه مفروض يعني مش وطوي uncoiled بما انه uncoiled وهو مفروض اقدر اصنع منه بروتين فاكيد الجينات الي فيه active فاكيد الخلايا الي بتعمله active لكن التاني بقى inactive ليه inactive لانه coiled مرفوف على بعضه عكس التاني ما هو انا عندي نوعين بس عكس التاني والجينات الي فيه برضو inactive والخلايا الي موجود فيها الهيترو كروماتين ده بتبقى خلايا غير ناشطة ليه خلايا غير ناشطة مش هتقدر تصنع حاجة لان الكروماتين اللي فيها مطوي وملفوف ومتكبش اوي مع نفسه مش هتقدر تصنع اي حاجة خالص 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 قالك زي small lymphocytes هو اصلا lymphocytes دي سمعت عن الخلايا الباقية B lymphocytes سمعت عن الخلايا التائية T lymphocytes سمعت عن الخلايا القاتلة الطبيعية natural killer دي كلها انواع من lymphocytes وسميتها sites يعني خلايا lympho يعني النسيج الليمفاوي النسيج الليمفاوي ده هو اللي بيصنع lymphocytes عشان كده سميتها lymphocytes تمام طب ليه قلت small قالك عشان الكبيرة ناشطة طب ما تفهمني الحكاية دكتور بص انت بيكون عندها الحاجة اسمها small lymphocytes خلايا صغيرة مناعية احد انواع خلايا مناعية الخلية دي اول ما فيه antigen بيتعرض لها اكيد سمعتوا عن الانتجن قبل كده الانتجن ده او ما تشوفه عباره عن حاجة غريبة او ما تعرض له وتمسك فيه تروح تكبر وتتحول يتحول الكروماتين اللي موجود فيها من النوع الهيترو يبقى ايو كروماتين يتبقى يتفرد وتتتصنع ايه الاكسام المضادة الانتيباضيز والكلام ده كله زي ما انتو عارفين يبقى كده سريع عرفة ان اليو كروماتين هو عباره عن الاكستندد المفروض الانكويل مش مطوي على نفسه الجينات اللي فيه اكتف ناشطة موجود في خلايا كمان ناشطة اكتف سلزل اللي بتعمل البروتين لكن الهيترو مش ناشط ملفوف على بعضه الجينات اللي فيه اكتف مش ناشطة مش هتقدر تعمل حاجة فموجودة في خلايا غير ناشطة زي اللي اسمها المنفوسيتس وحكيت لك الحكاية بتاعتها كده خلصنا ال two forms تعال بقى انكمل نقارب بين ال two forms بس المرة دي بين light microscope والmicroscope الضوئي والالكترو ميكروسكوب والالكتروني قالك اول حاجة لما اجيبوص على اليو كروماتين ده بشوفه عامل ازاي قالك بشوفه عامل زي find threats يعني ايه threats يعني خيوط يعني ايه fine يعني رفياعة جدا جدا فشيف كده اهو دي خلية اللي فيها من النوع اليو كروماتين الكروماتين اللي فيها من النوع اليو كروماتين بشوف اللي فيها على هيط خيوط رفيعة جدا خيوط رفيعة خيوط رفيعة زي ما شوفنا في الشكل اللي فات اهي خيوط 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 رفيعة طب تعالى بقى نبص الهيط هاترو كروماتين ده بعمل ازاي قالك كورس كلمس كلمس يعني تكدسات يعني ايه تكدسات قالك الخيوط دي كده زي ما انت شايف قليبت限ى تتكدس وتتكدس وتعمللي تكدسات التكدسات دي بتبقى كورس يعني ripped Constance يعني تبقى غليظة تكدسات غليظة كده زي ما انت شايف اهو لا شكله تكدسات غليظة جدا جدا يعني تكدسات كورس يعني غليظة تبدي تجمع 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 تتكدس تستعمللي تكدسات غليظة كده كبيرة أنا عندي اليوم كروماتين بيبقى fine threadsinde بيبقى最وف قيط رفيعة لكن الهاترو كروماتين بيبقى كورس كلمس تكدسات غليظة تخينة كده. طب النيوكليس. قالك النيوكليس هتبقى بايزوفالك بتحب القعدة بتحب القعدة ليه? عشان فيها احماض نووية دي ايه والحمض بيحب القعدة. النيوكليس في الحالتين بايزوفالك. تقولي طب ايه الفرق? قلت لك لا فيه فرق. شافني? دي خيوط رفيعة جدا جدا جدا. الخيوط دي لونها غامق. بس انما تبقى رفيعة. ايه اللي هيحصل? النواة هتبان بال. هتبان فتحة. هتبان فتحة ليه? لان الخيوط دي لونها غامق اه بس رفيعة. فتخليل النواة كده بقى انها فتحة. لكن تخيل بقى لما تبقى كورس كلمس. لما تبقى تكدسات كبيرة 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 عاملة تكدس. هتبان لنواة دارك. هتبان هالي غامقة. هتبان هالي بالشكل دي كده خالص. تكدسات كتير 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 جمعت ولزقت في بعضها خليتني مش شايف حاجة خالص. خليتني النواة بعد ما كانت فاتحة كده فيها خيوط رفيعة. لا بيتكدسات تكدسات مع بعضها. انت هتشايف الخيط هنا لو بطلق كدس شوية هيبطل اللون يغمق شوية. لكن في العاية ده هي خيوط رفيعة. لكن بص هنا ما تيجي تكدس مع بعضها تكدس 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 تعمل للشكل ده. هتبان الشكل انت شايفه قدما كده عبارة عن دارك بيزوفالك. يعني ايه دارك يعني غمقه. طيب اقول لك عشان ما تتلقضاش. اتفقنا ان الهاترو كروماتين الهاترو كروماتين ده عبارة عن ايه? موجود فين? موجود في الخلال غير نشطة. فبص كده غير نشطة غمقه. غين مع غين. غير نشطة غمقه. لكن يبقى النشطة فتحة. هلو. يبقى غير نشطة غمقه. انا كده لما تفتكر ان غير نشطة غمقه تفتكر انها النيوكلس باعتها دارك. ولما تفتكر نيوكليس دارك، تفتكر ان هي كنت دارك؟ عشان كان عبارة عن كورش كلامس، عبارة عن تكدثات كبيرة جدا 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 خلت لي النواية تبقى لونها غامل، هلو جدا جدا طيب ماذا عن النواية؟ اقول لك اني الثانية واحدة بس كدر أول نيوكليس بسميها اسمي تاني، لما تبقى بال بقول عليها فيزيكلر لما تبقى دارك بقول عليها كوندنسد طب تعالي نقولك الاول يعني ايه Condensed عارفها Condensed يعني ايه Condensed يعني مكثفة متجمعة كده متكتلة مع بعضها البعض فاقول عليها اسم تاني وهو Condensed لكن التاني نيوكلس دي اقول عليها Vesicular Vesicular دي يعني ايه؟ يعني واضحة طبعا عايز اوضح لك كلمة Vesicular عادت علينا قبل كده اه لو تفتكر لما تكلمنا بالضبط كده عن عملية ال Endocytosis عارف ليه كنت بسمي ايه Phagocytic physical وده كنت بسميها Bino Static Vesicular Vesicular يعني حاجة شفافة يعني حاجة اتمكن انا استطيع انا من رؤية ما بداخلها اقدر اشوف الفاجوسوب اقدر اشوف السائل الفلويد اللي موجود داخل ال Bino Static Vesicular حلو جدا جدا فسميتها Vesicular عشان اقدر اشوف ما بداخلها وده يوديني النقطة اللي بعدها على طول هو ايه اللي بداخل النواية اللي بداخل النواية هو النواية اسمها Nucleolus طب يا دكتور بما ان النواية دي فتحة والنواية هنعرف قدام ان هي بتبقى غامقة قوي طب النواية غامقة موجودة في حاجة فتحة فقدر اشوفها فقول عليها Clear Nucleolus يعني النواية واضحة لكن التاني بقى النواية غامقة بس موجودة في حاجة غامقة فاجرب كده اعمل دايرة سودا حلو؟ واعمل جنبية حاجة سودا مش هتبقى واضحة خالص هتبقى unclear Nucleolus ليه؟ لان النواية غامقة النواية اصلا غامقة موجود فيها حاجة غامقة فغامق محطوط وسط غامق مش هيبان فهتبقى unclear Nucleolus تبقى تعالى نقول ثانى لما بسطت Light Microscope علي وChromatin لقيته عبارة عن خيوط رفيعة لكن التانى لقيته عبارة عن تكتلات كلومبس اللى كانت تلدي كبيرة فبالتالى النواية اللى موجود بداخلي ها بقت في الحالة الدى بال فتحة لكنة المثنى الثانى بقت بالخطط القائصة وقد قلتلاذ государ كده الرئيس aha تبقى انكلير بتبقى مش واضحة خالص 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 ليه؟ لانها غامق موجود داخل غامق فمش هقدر شوفها خالص. طب ماذا عن المايكروسكوب الالكتروني؟ قالك لما ببصي كده عن المايكروسكوب الالكتروني بهشوف دي الالكترون دانس. وايه اللي الالكترون دانس؟ ازاي يا دكتر شوفها الالكترون دانس؟ ده انا بقول لك عبارة عن خوة رفيعة . في الحالة بتاقيتها بتقبيل والالنيوكوليس بتبقى فتحة. فازاي شوفها طبعا انا شوفها فاكر قلنا كيفين كلمة قبل كده? قلناها في حاجة كتير. كان منها لما اتكلمنا على قلنا انه عبارة عن طبقتين لونهم اسود. ما بينهم طبقة فتحة طبقتين غمقين. ما بينهم طبقة يعني يعني فتحة طب اهي زي ما انت شايف اهو عبارة عن عبارة عن خيوط رفيعة جدا جدا جدا. الخيوط الرفيعة دي اهي. بين ايه? بين ابيل. بين فتحة. طب التانية بقى تباني ازاي? قالك ده الهيترو كرومتين. يبان غامق كده. يبان غامق. اهو. بس هتقول يا دكتور انا ملاحظ حاجة. واحنا اشرح نوعا ليه يبان غامق. انا ملاحظ الهيترو كرومتين ده موجود في اماكن مختلفة. موجود هنا. موجود هنا. موجود لازق في الغشاء كده. موجود ما بين النوية وما بين الغشاء. موجود لازق في النوية. اقول لك قادي هنشرحها قدام شوية. بس هنا حابب افهمها الحاجة. هتلاحظ ان دلوقتي انا عندي نوعين الكرومتين موجودين في نفس النوية. يعني انت فاكر ان في نواة بقى فيها يو كرومتين والنواة موجود فيها هيترو كرومتين. لا. عايز اوضح لك الموضوع كده عشان انت دكتور لازم تبقى فاهم. ان النواة بيبقى فيها الاتنين. بيبقى فيها يو كرومتين والهيترو كرومتين. يعني النواة هيبقى فيها مش كل الجينات اللي فيها بنفس الفايدة. يعني انا مش عايز انسخ كل الجينات اللي موجودة في كل الكرموزوم. بمعنى اوضح تاني. انا عندي الكرموزوم عندي فيه جينات مهمة وفيه جينات مش مهمة. بالنسبة لي لا يتمثل اهمية. فانا عايز انسخ الحاجات المهمة بس. فاللي اجي انسخه اعمله يو كرومتن. اللي مش عايز انسخه اخليه هاترو كرومتن اخليه كويل اخليه ملفوف على نفسه اخليه دارك. لكن اللي عايز انسخه اخليه يو. يبقى انا دول كده عايز انسخهم فاعملهم بقى اخليهم يو كرومتن. طب دول مش عايز انسخهم فاخليهم هاترو كرومتن. اخليهم كرومتن ملفوف على نفسه لاني مش عايز انسخ كل الحاجات اللي موجودة فيه الكروموزوم. ودي معلومة كده فهمتها وكيه ما فهمتهاش دي المعلومات اللي عامة. طب يا دكتور انا قلت لك ان انا شايف الكرومتن متجمع في اماكن كتير كتير كتير. انا شايفه مرة لازق في السلم في الجشاء بتاع النيوكليوس مرة لازق في النيوكليولاس في النوية مرة موجود مبين ده ومبين ده. وايه الموضوع? قال لك اصلا فيه سايت فيه اماكن الهترو كرومتن ومش موجود في مكان واحد بس. تعال بقى نتكلم عن السايت دي. عندي كم سايت للهترو كرومتن عندي ثلاثة. اول واحد اسمه بريفرال كرومتن. يعني ايه بريفرال كرومتن نقرأ من اليمين للشمال. قال لك الكرومتن اللي موجود بريفرال يعني ايه بريفرال اتكررت كتير قوي معنا الكلمة دي. بريفرال يعني طرفي. موجود على الاطراف. موجود على الاطرافين يعني. قال لك اتاتشد تو نيوكلير ميمبراين. يعني متصل بالنيوكلير ميمبراين. متصل بغشاء النواة. طبع. متصل بغشاء النواة من اين? ده انا دكتور شايف ان غشاء النواة زي ما نعرف قدام شو هي لسطحين. اللي سطحة او داخلي موجود جوه. واللي سطحة خارجي موجود بره. حتى شايفة سطح الخارجي مكمل مع سطحة خارجي اهو. علي شوية ريبوزومات تقريبا دي كوار سودة كده. قريبا السطح الخارجي اهو. وفي سطح الداخلي. قال لك لا ده متصل بالسطح الداخلي. اللي موجود جوه. اللي موجود جوه. اللي موجود جوه. يبقى هو اتاتشد للنيوكلير ميمبراين. مسأني حتة الحتة اللي جوه. طب. بعدين في واحد تاني شايفه لازق في النواية. مرتبط بالنواية. اسميه نيوكليولوس اسوسياتيد كروماتين. نيوكليولوس اسوسياتيد كروماتين. يعني ايه? يعني الكروماتين اللي اسوسياتيد اللي مرتبط بالنيوكليولوس بالنواية. حلو. ده موجود فين بقى? قال لك ده موجود جنب النواية. قال لك كوندنسل. مكتل. متكتل كده يعني متجمع ومتكتل متجمع ومتكتل فين? حوالين النواية. لبا انا عندي نوعين. واحد موجود على الأطراف لازئ فيه a nuclear membrane بس أنا حتة من a nuclear membrane لا مش الحتة اللي برة ده الحتة اللي جوه inner surface واحد تاني اسم a nuclear associated chromatin ده الكروماتين اللي مرتبط بالنوية ده متجمع ومتكتل حوالين النوية طب النوع التالت بقى مين قال لك النوع التالت ده كان معالم histology واحد عنده خيال شوية قال لك بص كده قال لك هو إيه تعريف الجزيرة قال لك الجزيرة تعريفها باللغة العربية هو عوارة عن قطعة من اليابس يحيط بها الماء من جميع الجهات قال لك خلاص أنا شايف قطعة من الكروماتين يحيط بها nuclear sap يحيط بها السائل النووي من جميع الجهات فسمها chromatin islands يعني إيه chromatin islands يعني جزر الكروماتين جزر الكروماتين قال لك آه ده عبارة عن aggregated clumps يعني إيه clumps clumps يعني تكتلات تجمعات التجمعات دي ما لها aggregated متكتلة متجمعة متجمعة فين scattered دولة لمبعثرة يعني إيه مبعثرة يعني ولا هي مسكة إيه المسكة في الطرف في nuclear membrane inner size inner size inner surface ولا هي مسكة في nuclear associated ولا هي مسكة في nuclear دي موجودة مبعثرة كده ما بين nuclear وما بين المبعثرة فسميتها scattered مبعثرة طب هي مبعثرة فين قال لك دي عبارة عن قطعة من الكروماتين يحيط بها nuclear sap يحيط بها السائل الموجود داخل النواوي من جميع الجهات فهي scattered in nuclear sap يعني مبعثرة داخل السائل النواوي يبقى أنا عندي ثلاثة النواية واحد موجودة على الأطراف سميته peripheral لازق في غشاء النواية nuclear membrane من الناحية اللي جوه inner surface واحد ثاني مرتبط بالنواية سميته الكروماتين المرتبط بالنواية chromatine nucleolus associated chromatin لم يتجمع حوالين النواية والثالث قال لك دي عبارة عن جزر من الكروماتين سميته جزر له قال لك عشان يحيط بها nuclear sap من جميع الجهات فهو موجود scattered موجود مبعثر في النوكيلر سب وعبارة عن aggregated clumps يعني clumps يعني تكتلات يعني aggregated يعني متجمع متكتلة لا أهم حاجة تعرف لي انه هو scattered مبعثر في النوكيلر سب بعد كده بيقول لك nb كده زي ملاحظة يعني تعرفها زي medical importance بس بسطر بيقول لك ان الكروموزومة alterations يعني الكروموزومة alterations يعني تغيرات لو حصل اي تغيرات في الكروموزوم are associated دوه لسه يعني كلمة associated يعني مرتبط به مرتبط بإيه مرتبط بال tumor مرتبط بالأورام السرطانية عفان الله وإياكم والgenetic diseases والأمراض المتعلقة بالجينات يعني إيه اللي حصل مشانا أقولتلك اننا لما الخلية كنت تيجي تنقسم أخدس تقول لك انا هبقى dividing انا هنقسم تعمل ايه تخلي الحاجات الموجودة فيها coil لما تفوفها على بعضها لما تفوفها على بعضها لما تفوفها على بعضها ليه وهذه الأخطاء وهذه الأخطاء الكتيرة هتعمل ايه هيرتبط بحدوثها لاحظنا يعني ان دايما الكيومرز الأورام السرطانية بلاح بييجي قبلها بيسبقها تغير في الجينات genetic diseases أمراض بتيجي في الجينات نتيجة لي التغير في الجينات يعني يبقى أي تغير هيحصل في الكروموسوم هنتج عنه أورام وأمراض جينية سريعا كده قلنا الكروموسوم الكروماتين ما هو إلا عبارة عن DNA ملفوف على هستون عشان يأثر وسمنا نيوكليو عشان DNA موجود في النيوكلياس وبروتين عشان الهستون ده كمان بروتين قلنا ان هو بيمثل المادة الجينية بتاعتي وقلنا الكروماتين هو هو الكروموزوم لأن الكروماتين نتحب مع بعض اتحادات كتير عشان يعمل الكروموزوم وشرحنا نن بقى فيها النفي مع النفي والإثبات مع الإثبات مع شرحناها بالتفصيل ودخلنا في مقارنة بين الكروماتين والهاترو كروماتين قلتلك ان اللي بدأ بحرف هو مفروض ولأنه مفروض يعني مفروض يعني مش ملفوف على بعضه لأنه مش ملفوف على بعضه فالجينيات اللي فيه يقدر يعمل يصنع البروتين وموجود في الخلايا النشطة اللي بتصنع البروتين لكن تاني ده مش ناشط ليه مش ناشط لأنه ملفوف على بعضه مش هيتيح عمليات والعمليات اللي بتنسيق عنها تصنيع البروتين فالجينيات اللي فيه هتبقى مش هيقدر يحصل لها مش هيقدر يتصنع منها وموجود كمان الخلايا الغير نشطة زي الخلايا عشان بديتصنع في الليم تشوف النسيق الليمفاوي عشان هي خلايا وشو رح تعالج بالتفصيل بعد كده دخلنا تمقارنة بين الخيوط رفيعة وعشان هي خيوط رفيعة يخلي بتاعها بالفتحة والتراك فتحة يعني هي الحاجة اللي قدر اشوف ما بداخلها فايه هو اللي بداخل النواة هو في البنك اللي تبقى واضحة لكن التانية عبارة عن تكتلات كتيرة فالنيوكلاس تبقى تبقى غمقى تبقى وانكلير نيوكليولس والالكتروم هي انكلير عشان اسود غامق جو غامق مش هيبقى مواضح لكن التانية يعني فتحة التانية يعني غمقى وكنت قلتلك الغامق غير ناشط لما تفتكر كده ترجع للا قبلها دي موجودة غمقى غير ناشطة لكن التانية برضو قلتلك على حاجة تتفرق بينهم عشان لو نسيت ان تبدأ بحرف E هي Extended يعني مفروضة ممتدة مفروضة ممتدة يعني Uncoiled مش متجماع حولين بعضها لما تعرف الحاجتين دول بس ان الغامق غير ناشط واني بتبدأ بحرف E هي هي تقدر تستنتج بقية الجدول كله مستراجح والمقارنة دي واحدة من اهم المقارنة اللي موجودة ما بين RER والSER بعد كده قلنا انه موجود في ثلاثة اماكن واحد موجود بريفرال لحظة الاطراف موجود لازق في الحتة اللي من جوه واحد مرتبط بالنيوكليولاس لازق فيها واحد تاني موجود عبارة عن جزيرة يحيط بها من جميع الجهات وقلنا انه اي تغير في الكروموسوم هينتج عنه اورام سرطانية وامراض في الجينات يبقى احنا كده خلصنا الديفنيشن والستاينين كان نقصتنا فيها حتة بسيطة لكن انا قلنا الاول هنشرح الكروماتين وفهمنا تعريفه هو ايه وفهمنا الشكلين بتوع اليو كروماتين والهاترو كروماتين تعال بقى نكمل جزء اليستاينين اللي كان نقصتنا ده وانا بقول لك الابيرنس ده ما كانتش نفع خالص اشرحه قبل ما اشرح لك اليو والهاترو كروماتين لانا لو قلت لك ان الخلية عندي لما اجي النواية لما اجي اصبغها هبان هنا بسيكرر وبان هنا كوندنسد هتقول لي يعني ايه بسيكرر اصلا يعني ايه كوندنسد اقول لك كيف عرفها دلوقتي لحد من اجي اشرح الكروماتين بعدين اشرحه لك لا اشرح لك الكروماتين الاول فهمه لك بعدين اشرح لك البيسيكرر حلو! تظهر بقى ازاي? قالك اما تظهر physical. اما تظهر contented. عشان تفهم الشكل ده قدامك ده ايه. بص. ادي غشاء الخليج. ودي ده غشاء الخليج. ودي ده غشاء النواة. مش باين. بس ده غشاء النواة باين هنا. ودي ديمين. ده نوية. يعني ايه? يعني عاملة زي الحويصلة. ما انتعارف ان الحويصلة يعني? physical. حلو? فphysicular يعني حاجة واضحة. يعني ايه حاجة واضحة? حاجة physical. يعني اقدر اشوف ما بداخلها. ايه اللي بداخل النواية? بداخلها النوية. فالفزيكرا يعني ايه? يعني بيل. يعني واضحة. بهتانة كده شوية. اهي واضحة قادر اشوف اللي جواها. لكن التانية غامقة. واتفعنا ان غامق غير النشط واتقدر تستنتج بالي. لكن فيها اتنين دي. لكن فزيكرا مفاش دي خالص. عشان كانت قابل التانية تبقى دارك. طب. دي موجودة فين? في وفاهمتك كعن ايه? اكتيف سيلز. وقلتلك ان الحاجة البيل عشان الكروماتين اللي موجود فيها موجود انكويل. موجود مش ملفوف على بعض. وانه مش ملفوف على بعض. واقدر انساخه واقدر اصنع منه بروتين بعد كده. هيبقى موجود في الاكتيف سيلز. لكن التانية هيبقى موجود في الاكتيف سيلز. الاكتيف سيلز زي ايه? زي الليبر والنيرف. زي خلايا الكبد وخلايا الاعصاب. ما خلايا الكبد وخلايا الاعصاب دي بتصنع بروتين. ما انت عارف ان الاعصاب دي بتصنع حاجات كتير اوي بيدخل في تلكية البروتين مع زرة تانية يا شباب قلنا ان الليبر بيصنع حاجات كتير اوي نشط جدا 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 وخلايا الاعصاب ايه الجهاز العصبي بتاعك اكتر جهاز عصبي قلنا قلنا مثال تاني هناك قلنا الخلايا اللي بتصنع البروتين بيبقى النواية اللي فيها كمان خلايا الكبد النواية اللي فيها بتبقى كمان خلايا الكبد النواية اللي فيها بتبقى كمان خلايا الاعصاب الجهاز العصوي بتاع ده كله. خلايا الاعصاب طبعا لازم تكون نشطة جدا جدا. لكن مين هنا? قلنا نفس المسال نفس اللي قلناه المرة اللي فاتت. يعني ايه شرحناها بالتفصيل قبل كده. يبقى انا عندي النواة. ممكن انت تبانزل في صلحة كده. والحوالة صلحة لا. قدر اشوف ما بداخلها فاتبان بالتبان واضحة. قدر اشوف اللي بداخلها اللي هي نيكليولاس زي ما قلنا قبل كده. الخلايا النشطة. اللي هي زي خلال الكبد وخلاء الاعصاب لكن عشان انت اكيد عارف ان الخلال اعصاب نشطة. طب خلال كبد ايه? احنا اخدنا خلال كبد نشطة كمية نشاط اخدناها في بيتخزن فيها وكمان بيتخزن فيها حتى كانت خطرات صغيرة من الفات وهنشرح قدامها تتأكد ان هو نشط جدا جدا جدا. خلال اعصاب مش محتاجة اقول لك ان هي نشطة. لكن خلال كبد يمكن ان يبقى عندك شكة بسيط كمان هي نشطة ودين ما وضحتها لك. لكن الثاني وشرحت لك ليه هي غير نشطة. يبقى كده خلصنا وخلصنا 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 تاني حاجة في وهي وخلصناه وخلصناه. يلو انتكلم عن حاجة اسمها او الغشاء المحيط بالنواة. قال لك غشاء النواة او اسمه يعني غشاء هو هو ممكن نقول عليها واتفقنا ان يعني بيغلف حاجة وقلت لك زي ما جلدك بيغلب عظمك وعظامك بيغلف النواة يعني بيغلف. ماشي. طب قال لك ده يعني ليه ليه سطح خارج ما تشاهد قدي ده غشاء او اللي ده الغشاء. هتقول لي ده شكله متقطع. هقول لك اشرحها لك قد نام شوية. المهم ده غشاء. ليه سطح خارجي اهو. وليه سطح ده ياخلي اهو. ناحية وناحية وناحية الحاجات دي. وليه سطح برة. ناحية تقول لي ايه اللي جاب هنا. اقول لك مش انا كنت اقل لك ان بتمتد من غشاء النواة لحد غشاء الخلية. هنفهمها قدام شوية. المهم ليه اوتر سايد وليه انر سايد اهو. ليه سطح خارجي. وليه سطح داخلي. ليه سطح خارجي اهو. وليه سطح داخلي من جوه. ده شكل سري دي. طب السطح الخارجي. يعني مطلي كده. عليه رايبوزومز. طب الريبوزومز جات من الانين للسطح الخارجي بتاع غشاء النواة. اقول لك جات له من الاندوبلازمي كريتيكلام. لان الاندوبلازمي كريتيكلام عليها رايبوزوم. فراحت دخلت شوية رايبوزوم على الغشاء الخارجي بتاع النواة. طب. الانر سايد بقى. لا ينطب ايه? لا ينطب ايه? لا ينطب ايه كروماتين. فديجي تسألني يعني ايه كروماتين ده احنا شرحنا بالتفصيل. اتفقنا ان كان في حاجة اسمها بريفرال كروماتين. كانت لازقة هنا هنا و وكان في خيوط كروماتين. يجب التعريف الكلام دد. اوتيرسايد والانرسايد. فلنما يبقى الاوترسايد بنغطي بريبوزوم. وهو الريبوزوم ده ما هو الا? راييبو. ار 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 ان ايه? يعني رايبو يوكليك اسيد الحمض النوي الريبوزومي لانه حمض. طب التاني ده كروماتين. والكروماتين ده فقنا ما هو الا دي ان ايه? ماسك فيه بروتين اسمه هستهين وشيستهين. طب انني بده دي ان ايه. ماسك فيهnin communicate Bookcan دين ايه ده اسد حمض فعنده من بره متغطي بأحماض حاجات حمضية ومن جوا متغطي بحاجات حمضية لما يجي يحب حمضه زيه وقتلك عيب الحمضه ما يحبش حمض الحمض يحب قاعدة فيبان بايز وفلك فلك يعني بيحبه وبيز يعني القاعدة فهمت ليه بقى اشرح تلك الكروماتين الاول وقتلك هيتكرر معايا كتير قدام فلازم اكون شرحتولك اتكرر معايا في الاستينيج واتكرر معايا في فلازم اشرحه عرغم ان هو مكتوب رقم اتنين اشرحوا رقم واحد طب بعد ما خلصنا نتكلم عنه بالاكترو مايكروسكوب او المايكروسكوب الالكتروني باشوفه ازاي تعال نبص كده قالك ده عبارة عن عبارة عن غشاء فيش مشكلة يعني ثنائي يعني الجدار بتاعه معمول من طبقتين اللي زي ما اتفقنا طبقة خارجية وطبقة داخلية طب يعني ايه ممبراين يعني اغشية الاغشية دول اتنين ليه بقول كلمة يونت يونت دي يعني واحدة يعني متحدين مع بعض فاكر كنا قلناها برضو في والت لكن هو او قلنا عليه يعني ايه يعني متحدين مع بعض لدرجة اننا بجيدي اشوف غشاء النواة النواة او غشاء الخلية في الصورة الاودانية لو تفتكر كده لما ببص عليه بصورة عادية افتكروا غشاء واحد من كتر ما الاثنين متحدين اوي 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 مع بعض اقول عليه يعني اتنين متحدين مش واحد موجود هنا والتاني موجود بعيد عنه الا تناس admits ممتحدين وايكا انهم واحدة واحدة اقول عليه بس لما بص كده تلاقي الاثنين دول بالدرجة تلاقيهم متوازين او او ده يوازي ده وده تلاقي ده من كل غشاء مقابل المقابل له الاثنين مع بعض متوازين. طب. يبقى انا عندي كام غشاء بيحيط النواة. قال لك عندي اتنين. outer موجود بره. و inner موجود جوه. يبقى انا عندي اتنين. واحد فيهم outer موجود بره. والتاني inner موجود جوه. طب الـ outer ده. قال لك rough and granular. يعني ايه rough? يعني خشن. وايه اللي خليه يبقى خشن? قال لك شوية الكور السودا للجماعة العادي اللي عرفناها تحت اسم ribosomes. فباللي خليه يبقى granular. قال لك لانها granules. اصلا ما هي ايه لها? granules او حبيبات. تحسها شبه ال chocolate chips اللي بنحطها على الكيك كده. يبقى هي دي عبارة عن حبيبات. granules. وكمان rough خشنة. ملمسها كده خشنة. فاكر لما قلنا ان الـ endoblasmicrotetic لما عندي نوعين نوع خشن. ونوع ناعم. قلن الخشن ده خشن اللي هو الـ RUR عشان فيه عالي ribosomes. قلت عنها عشان هي عبارة عن granules وعبارة عن حبيبات. طب. ده ليه? قال لك عشان attached to polyribosomes عشان مرتبط بيه او لازق فيه polyribosomes. ريبوزومات عديدة عديد من الريبوزوم. طب والريبوزومات دي جات له منين? قال لك اصلا هو continue اسمعها الـ RER Cisternae. مكمل مع الـ RER. يعني ايه Cisternae? قال لك ان انا بسمي التجويف ده كله Cisternae. واتكلمنا عنها بالتفصيل في الـ RER. وحتى قلت لك مش هيتلغبط بين Cisternae اللي موجودة في الـ RER. وCristee اللي موجودة في الميتو كوندرية. لان الـ RER لما بتبعت حاجة اسمها بتبعتها للـ Cess phase بتاع الجولوجي. قلت لك احنا كنا نحفظ حكتين مع بعض. هنحفظ Cess phase الجولوجي. بيستقبل من Cisternae. وكده مش هيتلغبطها مع Crestee بتاعة الميتو كوندرية. يبقى المهم ان ده عبارة عن راف. خشن جرانير حبيبي. لانه مرتبط بالريبوزومات لانه مكمل مع الـ RER Cisternae. مكمل مع الـ RER. طب الـ Inner الداخلي ده. قال لك ده Fibreller. يعني ايه Fibreller? فاكر لما قلنا هو Thin Fine Threats. بيظهر كخيوط رفيعة. Fibreller Fibros يعني Leafy. لما قلناك Fibros tissue يعني نسيج Leafy. متكون من الياف كده. لكن ثانية واحدة انا بتكلم داخل نواة داخل الخلية داخل جسمي حاجة صغيرة جدا جدا. فنفعش اقول لي فيه. اصغر كلمة Fibros. اخليها Fibreller بالعربي يعني ليفي. ماشي. المهم ان هو بقى عبارة عن الياف. طب الا خلاب عبارة عن الياف كده. قالت لانه لازق في الكروماتين. لانه لازق في الكروماتين. وشرحناها بالتفصيل. هو عبارة عن لييفات كده. عبارة عن الياف صغيرة خالص خالص خالص. اقول عليها Fibreller عشان هو لازق في الكروماتين. طب. هل هو ما فيه حاجة ثانية. تقول لي ثانية واحدة دكتور. دلوقتي الرشاق ده من بره. كان فيه حاجة فيه حاجة اسمها RER في شبكة اندوبلازمية خشنة. دعمها كده. عملاله دعم و support من بره. طب الرشاق ده مين يدعوه من جوه. ما فيه حاجة عملاله دعم من بره. لازم حاجة كمان تدعمه من جوه. قال لك فيه حاجة اسمها لامن. لامن دي. موجودة لازق في الرشاق من جوه كده. عشان تعمله Stabilization. يعني استابيلايز. يعني تسبته. زي ما هو مدعوه من بره. لازم حاجة تدعمه من جوه. عشان تعمل Stabilization للنuclear membrane. تقول لي يا دكتور اين لامن ده اول مرة اسمع. نقولك لا سمعنا عنه بالتفصيل. لما اتكلمنا عن ال Intermediate filaments. تحديدا اخر lecture كانت اتقالت في الcytoskeleton. قلت لك ان فيه ست انواع من ال Intermediate filaments. فاكر ان نوع ده منهم كان اسمه لامن. قلت لك لامن عشان موجود في حاجة اسمها nuclear envelope. او nuclear membrane. وقلت لك هنفهمها بالتفصيل لما اجا شرح لك ساعتها. نيوكليس. ودي جي وقتها وشرحناها. والحمد لله. يبا هي موجودة. فين؟ اللامن دي عشان تعمل Stabilization. عشان تسبت nuclear membrane. تقول لي مش متخيلها يا دكتور اقولك سانية واحدة. عايزك تبص كده معي للشكل ده. شايف ايه قدامك ده لقتي. انا ده لو شايف. هتقول لي اه يا دكتور انا شايف ان هو متقطع كده. فيه فيه زي بورز. زي ثقوب موجودة فيها. اقول لك هشرحها لك قدام شوية. المهم لما اجي اكبر كده. اهو بص انا عملت ده لقتي. انا خدت الجزء ده كده. اقطعته وكبرته. اهو خدته وكبرته كده. شايف ايه ده? ادي هم اهو اهو اهو. ادي ده السطح الخارجي. اللي بي طلع على سيتو بلازم وهي ده السطح الداخلي. شايف الالياف دي عبارة عن ايه? ده عبارة عن اللامن. اللامن ده عامل باقي. عامل Stabilization لنuclear membrane. وانا عندي واحد اوتر والتاني انر. الاوتر ده عبارة عن رفخشن وغرانير الحبيبي لكن التاني ده متصل برايبوزوم. ده متصل بكروماتن. ده مكمل مع الار اي ار عملاله دعم. ده اللي يعمل له دعم حاجة اسمها لامن. واللمن بتعمل دعم للنuclear membrane. تحديدا الانر. مش الاوتر لان الاوتر عمله مين اللي عمله دعم? الار اي ار بالرايبوزوم اللي عليها. طب كويس جدا جدا. بعدين بيقول لك بقى ان الاتنين دول لما تبص كده عليهم تلاقي فيه space. شايف ادي ده الاوتر اهو? اللي عليهم? وهي ده الانر اهو شايف فيه space ابيض كده موجود ما بين الاتنين دول. اللي space ده اسميه ايه? قالك احنا كان اسميه بيري نيوكلير space. يعني ايه space يعني فراغ. فراغ موجود فين? قالك فراغ ده موجود حوالينا النواية. طب انه موجود حوالين النواية. بيري يعني حول. ونيوكلير يعني نواية. فسميه الفراغ الموجود حوالين النواية. تقول لي ثاني يا دكتور. احنا كان عندنا برضه حاجة مكوناة من غشائين قبل كده. تسمع عن الميتوكودريا. كان لها outer وكان لها inner membranes. بس ساعتها قلنا اللي موجود ما بينهم space برضه. بس اسمها inter membranus. يعني ما بين الاتنين membrane. قولك اه. ساعتها سميناها inter membranus space. عشان في الميتوكودريا كانوا كل كان الغشاء continuous كان الغشاء متحد مع بعضه. لكن لما تجيب بصك هتلاقي الغشاء ده. مش مكمل. مقطوع من النص. مقطوع من النص. مقطوع من النص. هنفهم ايه هي الخبل اللي موجود في دي قدام شوية. لكن مهما شاف ان هو مقطوع من النص. مش مكمل مع بعضه. مقدرش اقول ان space دي موجودة بين الاتنين من على طول لان هما مقطوعين على intervails. مقطوعين على. لكن هو interrupted. يعني انترابتد. يعني بيتم قطعه كده. at intervals. يعني at intervals. يعني على فترات. على كل مش مش على طول متقطع. لا. لو نمشي شوية كنة ايه مقطوع. نمشي شوية كنة ايه مقطوع. نمشي يعني boards. يعني ثقوب. والثقوب دي موجودة فين؟ موجودة في غشاء النواة. هسميها nuclear boards. يبقى ثاني. ليه سميتو very nuclear space. لان هو موجود حوالينا النواة. والتلك ليه ما سميتوش enter membranous space. لان هناك في الميتو كوندرية كان الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي الاثنين متصلين ببعض هما البعض. يبقى نعيد كمان انا عندي double world membranes. membrane مكون من غشاء ايه. واحد اوتر بره والثاني انا رجوه. البره الخارجي حبيبي. آآ راف خشن عشان عليه رايبوزومز. والريبوزومز دي جاء له من RER اللي عمله دعم من بره. فييمين. لكن التاني ده بقى لو يعيد في لازق في الكروماتين واللي عمله دعم من جوه حاجة اسمها lemon. طب. لكن هو هتقول لي ما بين الاتنين دول في حاجة اسمها space. موجود حوالين النواة اسمه perinuclear space. مفصول عن بعض وكده مفصول 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 ما تقطع على فترات بحاجة اسمها nuclear boards او الثقوب الموجودة في غشاء النواة. كده اتكلمنا عن light microscope. الميكروسكوب الضوئي والالكتر ميكروسكوب والميكروسكوب الإلكتروني. دلوقتي بقى نتكلم فاكرا لما كنت بقولك ان فيه ثقوب دي. هي لسه اي لنا حالا. اي ثقوب 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 ثقوب. قال لك الثقوب دي اكيد مش اي حاجة عايز تدخل للنواة دخل للنواة. اي حاجة عايز تخرج من النواة تخرج من النواة. لازم يجب ان فيه زي بواب او حارس موجودة على هذه البواب. قال لك فعلا. عند الانترفيلز دي. فيه circular opening. في فتحات دائرية. اهي. اهي. دي الفتحات الدائرية. الفتحات الدائرية دي بقى ما لها. قال لك where outer and inner membranes fuse. يعني ايه قال لك بيحصل fusion. بيحصل التحام ما بين outer وبين inner. الاتنين بيتحدوا مع بعض. تعال وريك رسمة تانية. شوف صورة تانية اوضح. بص كده اهو. قال لك ايه اللي بيحصل. قال لك where outer. ادي الاوتر اهو. and the inner. الانر اهو. الاتنين بيتحدوا مع بعض. حيث ان الاتنين بيتحدوا مع بعض. منلاقي موجود هذه المركبات اللي اسمها nuclear pool complex. يعني ايه? nuclear pool complex. complex يعني معقد. حيث انها اي حاجة بتتكون من اكتر من حاجة بقول عليها حاجة معقدة. حاجة بتتكون من حاجات كتير. والحاجات الكتير دي اللي بتتكون منها. موجودة فين? موجودة عند البور. موجودة عند الثقب. الثقب ده موجود فين? موجود في غشاء النيوكليس. في غشاء انا ما يسميته nuclear pool complex. ده موجود على فترات متبعدة. circular opening. فتحات دائرية. الفتحات الدائرية دي حيث ايه قال لك حيث بيحصل فيوجن. بيحصل الاتحامة بين outer وبين inner. انت بتقول لي يا دكتور انت بتقول لي nuclear pool complex. complex يعني مركب. متكون من حاجات كتير. طب ايه اللي داخل في تركيب هذا المركب اللي هسمح بنقل الحاجات من داخل النيوكليس. لبره للسيتو بلازم. او من بره في السيتو بلازم لجوه للنيوكليس. ايه اللي داخل في تركيبه. اقول لك فاكر لما اكلنا على cell membrane قلنا ان فيه قنوات كده بتسمح بنقل الحاجات لداخل النواة اسمها routine channels. اسمها قنوات من البروتين. قلنا ان فيه نوعين حتى integral أو peripheral لو تفتكر. المهم ان ده المركب ده بدخل في تركيبه البروتينات. بس تقول لي ما ينفعش اقول عليها كده اي بروتينات. اقول لك ليه؟ تقول لي لان البروتينات دي موجودة في البورز. موجودة في الثقوب اللي موجودة في غشاء النواة. حلو. يعني هي موجودة في الثقوب اللي موجودة في غشاء النواة. فلما أعوز أسميها أسميها إيه؟ أسميها نيوكليو بورين بروتين يعني إيه الإسم ده؟ قالك دي بروتينات دي بروتينات دي موجودة فين؟ موجودة في البورين موجودة في الثقوب الثقوب دي بتاعت إيه؟ بتاعة غشاء النواة أسميتها نيوكليو بورين بروتينات اللي موجودة في الثقوب بتاعة النواة أو تحديدا غشاء النواة طب هتقولي يا دكتور أنت بتقولي بروتينات يعني جمع يعني كتير كام نوع من البروتين بدخلوا في تركيب هذا النيوكليار بور كومبليكس أقول لك ركز كده في النقط اللي نقوله ده نيوك ليوو بورين بورتينز اسمع تاني نيوك ليوو ما تفكركش حاجة ليوو دي يتفكرش حاجة ايوه لايو ماسي حلو جدا لايو بيفكرك بلايو ماسي او لايو ماسي المهم ماسي ده ما له ده رقم بتاعه رقم عشرة حلوك معروف الرقم بتاعه رقم عشرة وهو اسمه بيتكون اسمه لايو بيتكون من ثلاث حروف بيتل عنها ثلاثين بروتينز فدلوقتي بيدخل في تركيب هذا النيوكليار بور كومبليكس ثلاثين نوع من البروتينز سمتهم نيوكليو بورين بروتينز لانه هما بروتينات موجودين عند الثقوب اللي موجودة في النواة تقول لي بس صعبة شوية ليو اضرب اعرف نوع عشرة كم اقول لك انا بحاول دايما اي رقم اخليه ميكسنز يعني اي ميكسنز يعني اخلي الرقم ده يكون لي معنى او لي فايدا لاني لما اقول لعقلك حاجة هيتبان فيها نوع من المنطقية الرقم ده بيكون اسهل بكتير 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 حفظه وثباته في دماغك اكتر من اقولك ان هو بتكون من 30 نوع من البروتينات وخلاص كده غير كده ان انت لو حفظتها بالطريقة دي هيبقى سهلة عليك حفظ الرقم وصعب عليك نسيانه عكسر وحفظتان هو 30 نيوكليو بورين بروتينز وخلاص طب هلك دول هيعملوا لي حاجة بقى يعني حلو 30 نوع من البروتينات هيسهموا في تكوين هذا الشكل هاتحدوا مع بعضهم ويعملوا لي ايه هلك يعملوا octagonal ring يعني ايه ring ring يعني حلقة الحلقة دي مكونة من كام ضلع او مكونة من كام دايرة هلك تعال نعد واحد اتنين ثلاثة أبعة خمس ستة سبعة ثمانية مكونة من ثمن اطلع ليه ليه مقلية قلت عليها octagonal لان octagonal اصلا عدد باللاتين يعني ثمانية طب يا دكتور انت قلتلي ان يوني يعني واحد دي عارفينها قلتلي ان باي دي العضل الموجودة في الزراع من قدام عشان كده اسمها biceps في مائية الرؤوس و tri موجودة في الزراع من ورا عشان كده اسمها triceps ثمها ثلاثية الرؤوس قلتلك سمعت عن الاخطابوت او الاكتبوس قلتلك لانه مكون من ثمان اضرع واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سمعته اوكتبوس عشان مكون عنده ثمن رجلين عشان كده سمعته اوكتبوس قلتلك عليها octagonal ring عشان مكونة من ثمن ضلوع او من ثمن كور كده ملتحدين مع بعض يبقى انا عندي ثلاثة تبتقول لي يا دكتورس عايش ذوقتي يفتكيرها بسرعة شايف دي كده اهو بجي لحاطة او تحت الو التانية دي تعملي رقم ثمانية المهم ان انا عندي ثلاثين نوع من البروتين عملو لي حلقة الحلقة دي مكونة من ثمن اضلع يبقى نقول ثانية على فترات اللي بيحصل فيه فتحات دائرية اللي فتحات دي حاس بيحصل فيه جنب يحصل التحمى بين الاوتر والانر الاتنين بيتحدوا مع بعض ادي الاوتر وادي الانر يتحدوا مع بعض ولما يتحدوا ايه يحصل بيتحدوا عند حاجة اسمها بورج عند السقوم قالك لازم فيه مركب يبقى مقود عشان يسمح بدخوم مش اي حاجة تعدى من السيتبلازم للنوكليس و مش اي حاجة تطلع من النوكليس لبره للسيتبلازم قالك لازم اقفيه جهاز معقد مكوى من حاجات كتير فسميته NuclearPoreComplex يعني معقد الجهاز المكوى من حاجات كتير الموجد في البرز البرز موجودة في النوكليس فاكيد ده مكوى من بوثينز هى البرزلالة اللي بدعمل قنامات اللي بتسمح بنائل الحاجات من بره جوه ومن جوه البره فقالك ده مكوى من بوثينز البروتينز دي موجودة عند البولز البروتينز دي موجودة في نيوكليو بوروز فسمتها نيوكليو بورين بروتينز طيب على ذهم كامل Task Nucleo Bore يو هو ليو مسي حج فليو ذهه مكمن من ثلاثة حروف وثلاثة وهو ركوم عشر ثلاثة في عشر يمنى عندي ثلاثين نيوكليو بوروز ثلاثين نيوكليو بورين بروتينز دلها يعملون لي بقى إيه؟ الآن دلها يعمل لي 8 حلقات 8 rings طب قيت بقى باللتن يعني ايه octagonal rings octa يعني ثمانية جونال يعني اضلاع فهو ثماني الاضلاع مكون من ثمانية اهو ثمان كور ملتحمين مع بعض قلتلك عشان تفتكر افتكر ان اكتابوس سميته اكتابوس عشان هو عنده ثمان يقول او لو جربت حطيت او ثانية كده هتديك رقم ثمانية طب هتقول له دكتور باسمها شايف خيوت كده طلع على فوق وخيوت كان لازل تحت شايف filaments شايف خيوت الخيوت دي ما لها بسميها نيوكليو بورين filaments هسميها ليه نيوكليو بورين عشان هي filaments خيوت موجودة عند الثقوق البورين دي موجودة في النيوكليس فاسمها نيوكليو بورين filaments دي ما لها على جيبت اكستند بتمتد اسمعنا اكستند كتير قوي احنا كده رابع مرة نسمع كلمة اكستند اسمعناها مرة لما كلمنا عن فاجوسيتوسيس ومرة تانية لما تكلمنا عن الاندوبلازمي كريتيكولم ومرة تالتة من شوية لما كلمنا عن الكرومتين ودلوقتي بنسمع عن ايه تمتد النيوكليو بورين filaments تمتد انتو النيوكليس بتحت اي filaments ايه وتمتد الالسايتو بلاس يبقى هو عبارة عن فتحة دائرية الفتحة دي موجودة عن الانترفيلز على فترات حيصو بيحصل بيحصل التحامة بين الاوتر وبين الانر بيتكون من كان بروتين بيتكون من 30 نيوكليو بورين بروتين بيعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه اكتاجون الرنج حلقة ثمانية الحلقة دي الا اللي بيطلع منها filaments لفوق وينزل filaments لتحت وتطلع filaments تمتد لسايتو بلاسم وتنزل تمتد لنيوكليس عايز جدا طب ايه وظيفة هزا بس لازم قبل ما اشرح لك افكرك ب الريبوزوم الريبوزوم كان بيعملين اتفاقنا الريبوزوم ده عبارة عن اتحاد حاجتين عبارة عن اتحاد ال الحمد ناوي الريبوزومي اللي بيتكون في النوية العبارة عن البيوزومي اللي بيتكون في elcytoplasm بس الوقتي اللي انجاء الريبوزوم يتحدوا مع بعض انجاء الريبوزوم يتحدوا مع بعض انجاء الريبوزوم يتحدوا مع بعض انجاء الريبوزوم ييدخل نيو كrendre المريبوزوم يجبط منها البروتين ويدخل جوه للنوكليوليس عشان يتحد مع الرنا ويعمل لي حاجة اسمها small and large subunits الوحدة الصغيرة ووحدة كبيرة طبعا انا الكلام ده شرحته بالتفصيل في الريبوزوم بعيده سريعا عشان امفكرك بقى حاجة تقدر ترجع للريبوزوم لو عايز تفهم حاجة منه بعد كالبروتين يباس للنوكليار بورز البروتين بقى هيعدي عن طريق النيوكليار بورز يدخل جوه للنوكليوليس عشان يتحد مع الرنا ويعمل لي الوحدة الكبيرة والوحدة الصغيرة small and large subunits حلو جدا بعد كده خلص اتحد وعمل وحدة صغيرة وكبيرة قالك ده ما كان تصنيع البروتين في الcytoplasm فلازم نرجع تاني لcytoplasm فيرجعه تاني زي past to cytoplasm again يرجعه تاني لcytoplasm بعد ما اتحده في النيوكليوليس يرجعه يخرجه تاني لcytoplasm كوحدة صغيرة ووحدة كبيرة طب يتحد مع بعض امتى only يتحد مع بعض فقط اثناء عملية تصنيع البروتين لان اصلا اللي بلزاقهم مع بعض هو الماسنجر RNA الحمض النوي الرسول هو اللي بلزاقهم في بعض ولما بلزاقهم في بعض بلزاقهم عشان يصنعوا بروتين فعشان كده هم الاثنين ما بلزاقوش في بعض غير وقت تصنيع البروتين وفقط كويس جدا للا اكلمك بقى عن وظيفة النيوكلير بور كومبريكس قالك وظيفته هي الترانسبورت هي النقل طب هين الايه قالك شايفة حاهو ده اريد ده جوه ده فين دة ده للسيتو بلاسما ده فين ده قالك في حاجات هينقلها للنيوكليس يا اما حاجات هينقلها للسيتو بلاسم قالك ده عبارة عن بوابة بوابة دي تفصل الصف عن الصف لاسسل GoPro فيا اما هتنقل حاجات للنوكلس يا اما هتنقل حاجات للصف لا يوجد احتمال تادت طب ايه الا هتنقل جوه للنيوكليس قالك البروتينات زي ايه مسلا تنقل اللي هيه تدخل عشان تتحد مع ال given عشان تعمل الوحدة الصغيرة او اللحنة كبيرة زي ما انا لسه شرح لك من شوية. طب لو جاء لك سؤال دلوقتي. قال لك واحد من الانترميديات فيلمنتز بيقدر يعدي نيوكلير بورز. تقول له مين? او قال لك في بروتين بيقدر يعدي نيوكلير بورز. وحط لك امثل البروتينات. هي مش موجودة صريحة عندك في الكتاب لكن موجودة بين السطور. اللامن. اللامن هو اللي يقدر يعدي ويدخل جوه. طب تقول لي عرفت من يا دكتور ان اللامن بيعدي نيوكلير بورز. اقول لك هي مش موجودة عندك وموجودة في جامعة تانية. فس الوقت عليك ان هو عدي اهو. طب عدي ازيه. اقول لك مش هو اللي كان لك يعمل علي ستابيليزاتيشن للانير سيرفس. اهو. هو اللي بيعامل المفaisonه اصلا. فايزاي هي يعمل السبب مع ازا بيثبت الانير سيرفس لو ما درش يعدي ويدخل جوه للنيوكليز. فعشان يعمل ستابيليزاتيشن عشان يسبب السبب مع الانير سيرفس للسطح الداخلي لازم يكون قدر يعدي من النيوكلير بورز. فهي مش موجودة صريحة عندك موج وده بين السطور انت تستنتجها انا استنتجتها لك. طب وهنقل حاجات للسايتو بلازم. ايه اللي هنقله للسايتو بلازم? قالك الار اين ايه بانواعه المختلفة. الماسنجر ار اين ايه ده? ماها بتحصل عملية الترانسكريبشن. عملية النسخة دي اين ايه فين? بتحصل في النواة. ونبعت الماسنجر ار اين ايه لبرة. ما دس? فهو بيعدي برضو يتنقل للسايتو بلازم. من تاني الترانسفير. ماهو برضو بيتكون داخل النواة. ويخرج برة عشان الاحماض الامنية. ما انا شرحت لك بالتفصيل عملية تصنيع البروتين. ورايبوزوم الار اين ايه. ده هو اصلا موجود في السايتو بلازم. عشان الام ماسنجر ار اين ايه يلزق الاتنين الواحدةين دول في بعض. لما يلزق الواحدةين دول في بعض. يقرأ وينادع لترانسفير ار اين ايه جبل الاحماض الامنية بالتالي يلزق الاحماض الامنية في بعضها ويعمل للبروتين اللي هو سلسلة عديد البروتين. حلو. طب ومين تاني يعدي? ريبوزوم والسابيونت. ما حنا اتفقنا لما البروتين بيعدي الجوه. يدخل يتحد مع الرايبوزوم. يعمل للوحدة الصغيرة والوحدة الكبيرة. اللي هما مين? السابيونت. السابيونت. اللي هما هما الا اتحاد ايه? اتحاد الار ار ار اين ايه والبروتين. لما يتحد مع بعض داخل النيوكليولس. النيوكليولس دي عن طريق الجوبيع لألسيتو بلازما عشان يعملو عملية تصنيع البروتين يبقى هي دي كده وظائف الجوبيع يبقى كده احنا اتكلمنا عن arla التكلمنا عن التكلمنا عن وأتكلمنا على التعريف توفورمس الU الهتروكوم Reid يتكلمنا عن الاس targeting والذي ارتدا وقد أتaxis وأرى الاس تحديدها عشان نت knitting احنا اتتكلمنا عن الاس They و اتكلمنا في نيوكلير بور كومبليكس عرفناه و اتكلمنا عن الديفنشن بتاعه و اتكلمنا عن الفنكشن و وظيفته و كده نكون خلصنا بارت وان هراجع بسرعة على الكل اللي نقلناه بعد ان نقرأ الكلام الموجود في الكتاب و هنحل الام سي كيو لما نخلص النيوكلس كلها و انا النيوكلس دي عبارة عن مكون من مكونات كل الخلايا لكن هي اكبر حاجة ما عدا فيه في كرات الدم الحمرة و في الصفائح الدموية ما عندهمش نيوكلس فبقول عجب نوتروسلز مش خلايا حقيقية بعد كده اتكلمنا في الستينج لما اجي اسبوه بس تعمل حاجة اسمها هيماتوكسن اند ايوسين لسابغة المعروفة بتاعتي ببان بتحب القعدة لانها بتحتوي على احماض و اتكلمنا بتظهر ايه بزهر بيزيكلر او تظهر كندنسد تظهر واضحة جدا تظهر واضحة بيزيكل يعني حاجة قدر اشوف اللي بداخلها يعني هاي باهتانة واللي خلايا اللي جواها موجودة اكتيب سيلز و موجودة فين طب قلنا باهتانة ليه عشان النيوكلس الاول نمشي بالترتيب بتاعنا احسن خلينا بالترتيب اللي شرحنا بيه احسن الكروماتين قلنا ان هو بتعمل من حاجة اسمها دي ايه و مرفوف على هستون او نان هستون بروتينز عشان اقصر طوله عشان طويل جدا و دي ايه ده موجود في النيوكلس فقط النيوكليو والده بروتين فقط النيوكليو بروتين بمثل المادة الجينية بتاعتي والكروماتين التحدي يتكتل مع بعضه و يعمل لي حاجة اسمها الكروموزوم اللي خلايا اللي ما بتنقسمش دلوقتي تبقى انكلد بروحيته وتعمل الدي ايه والخلايا اللي تنقسم لأ لازم تقفل كويس على الدي ايه بتاع عشان ما يحصلش فيه تفراد قلنا النفي مع النفي والاسبات مع الاسبات بعدين قارننا بين اليو والهيتروكروماتين قلنا اليو ده اكستندد اي مع اي مفروض مفروض ليه هو انكلد مش ملفوف مع بعضه مش مرفوف مع بعضو pale يقدر يعملي بروتينات الجينزللي فيه activ ناشطة موجود في خلايا نشطه active لكن التاني heter lento مش نشيط منعجب غير عشان هو الكويلد厚 مفوف على بعضه كتير واليجنات الليفي ان اكتب مش ناشطة موجود في خلايا كمان مش نشطة الجينات الموجودków بعدين قررنك anllium الاي اما بين الايو والهتر وقلت عبارة عن خيطه فىيعة لكن التانى تكتلات كبيرة نيوكلاس هنا بتقابينها بالله عشان الحاجات اللى فىها فىها الفىية وقلت عليها لكن التانى بتقابينها دارك بتقابينها كندنسو بتبقى غمقى بتبقى متكتلة وقلت دين عليها اسم تانى ب helicopters قلت لك ب helicopters هي الحاجة اللى اقدر اشوف اللى ده جواها عشان هي بهتانة واضحة اقدر اشوف اللى جواها الى جواها والنيوكلاس النوية ببانك لير لكن هنا unclear مش واضحة في الالكتروميكروسكوب دي الالكترون يوسين تفتح لكن الثاني الالكترون دانسي بالبان غمقه بعد كده قلنا نفي حاجه اسمها كروماتين كروماتين موجود على الاطراف بريفرال كروماتين ثاني متحديدا في الانر سيرفس بتاع النيوكلار ميمبريين في غشاء النواة موجود فيه في الاقساطح الداخلي واحد ثاني مرتبط بالنواية مقتل حوالين النواية والثاني يضع وراء عن جزيرة مبعثة كده سكاترد يحيط بها النيوكلار ساب من جميع الجهات وقلت لك ان اي تغير في الكروموسوم هنتج عنه اورام وامراض في الجينيات بعد كده رجعت قلت لك بقى البيزيكرا والكوندانسيد وان البيزيكرا بتبان باحتانة في الخلايا النشطة الاكتف وقلت لك مثلها زيادة عن الخلايا البروتين فارمينج وان هنا الليفر خلايا الكبد والنيرف سيلز خلايا الاعصاب بعد كده الكوندانسيد وقلت لك انها دارك غمقه وكوندانسيد دارك ان اكتف سيلز في الخلايا الغير ناشطة زي السمول ليمفوسايتس وكنت اقل لك ازاي تقدر تحفظ بيهم الكروماتين لو تفتكر قلت لك ان الغير ناشطة قلت لك ان الغير ناشطة غمقه اهي الغير ناشطة غمقه دارك لكن الثانية الناشطة هتبقى فتحة وقلت لك ان الاي اللي بنتدق بحرف الاي فهي اكستندت بحرف الاي قلت لك ان يوكر الممبرين لسطح خاريه ولسطح داخليه الخارجي علي ريبوزومات والداخلي علي كروماتين عشان كده الاتنين دول عبارة عن احماض فهي ظهر بيزوفيلك محب للقاعدة لكن بالالكتروم مايكروسكوب عبارة عن اثنين ممبرين متحدين مع بعض يونت برا للمتوزين يفصلها امام بعضين قلت لك واحد اوتر والتاني انر الاوتر ده حبيبي خاشن لكن التاني ده فيبرلر لوايفي ده مرتبط بالريبوزوم ده مرتبط بالكروماتين ده اللي عمله دعم من برا ومكمل عليه الريبوزوم هو الر او ار ده اللي عمله دعم من جوه هو اللمن اللي عمله استابيليزيزيشن وفكرتك باللمن لما تكلم عن الانترميديات فيلمنس قلت لك ان التاني ده المفصولين عن بعض بسبيس حوالين النواية فقلت عليها بير يعني حولها النواية يعني نيوكليار سبيس ودرجة ان هم انترابتوا متقطعين عند انتر فيلز عند فواصل كده بحاجة اسمها ثقوب موجودة في النواية فسمتها نيوكليار بورز بادين الكلام الحاجة اسمها نيوكليار بورز كومبلكس بتادي على فترات ودعم فتحات دائرية الفتحات دى حيصيب يحصل تحمى بين الاوتر وب� الانر ميمبراينز وبعدين قلت لك انه بتتكون من انواع من البروتينز البروتينز تسمها موجودة عند الاسقوب الموجودة في النواية سميتها نيوكليو بورم بروتينز يقلت لك نيوكلياو ليو ليوميسي 3 في 10 30 بروتين يعملوني حوالي رنج يعملوني حلقة الحلقة دي بتتكون من ثمان اضلاع وترك اوكتاجونل حتى وترك اوكتباس عنده ثمان رجلين حطه او هنا هتلاقيها بقت رقم ثمان بعدين اترك فيه فيلمنز فيه خيوط الخيوط دي ما لها موجودة عند البورز اللي موجودة في النيوكلس سميتها نيوكيو بورين فيلمنز دي تمتدق انتو النيوكلس وليه السيتو بلازم كمان وظيفته انه يعمل ترانسورتين اللي هي حاجات للنيوكلس يا اما حاجات ليه السيتو بلازم من اللي هنقل له النيوكلس البروتين سيقولت لك فرده حاجة تعرفها انه هو اللامن برضه هيقدر يعدي عشان يعمل يسبت من جوه والاثنين للسيتو بلازم والرن يبقى نواع المختلفة والريبوزوم السابيونتس بعدما يجي البروتين من بره يتحد مع الرن اي من جوه يعملوا الريبوزوم السابيونتس يعايزين يصنعوا بروتين في السيتو بلازم فيخرجوا تاني يعدوا لي السيتو بلازم اتكلمنا عن النيوكلس وقال ان هي اكبر مكون في اوه وسلزف كل الخلايا اكسبكت ما عدا الار بي سيزكرات الدم الحمراء والبلايت لسي الصفائح الدموية دول مش خلايا حقيقية بعدين اتفاقلنا عن الكلام ده كله هتشرح المرة الجايه اتكلمنا عن الستانيج قالت لك انها بتظهر بي زفلك بتحب القعدة لما بقى اسبخ بالاتشاند اي ستيند سيكشنز ليه بقى عشان فيها الكنتنت بتاعها دي ايو ار ايو ودول احماض اتفاقل نعم اتفاقل تظهر ازاي استاند سيكشنز يعني اخد سيكشن كده اخد سلايد ورا عن زجاجة وحط عليها العين بتاعتي بعدين اسبغها تسميه سيكشن الثو استاند يعني اسبغها اسبغها بإيه بإتشن ايه اتفاقل تظهر ممكن تبقى بايل استاند يعني بهتانة او دارك استاند يعني غمقه البايل استاند فيزيكرار يعني اقدر اشوف الي جواهي حواصلة اكتنى كنتمل قادمت كاتل كأنها البروتين فورميج. هنا. التانية تكون موجودة في الاناكتف سلزل الخليل غير ناشطة زي الاسموه ليمفوسايتس. بعد كالالستركشور بيتكون من ايه? نيوكلير ميمبراين او انفولوب غشاء النواية. بعد كالكروماتين وشرحنا ايه هو الكروماتين. نيوكليورس النواية. والنيوكلير ساب السائل الموجود داخل النيوكليس. اول حاجة نيوكلير ميمبراين او نيوكلير يعني غلاف النواية او غشاء النواية. قالك ده خط بيزوفلك. ليه بقى? عشان فيه كروماتين على الانر سايد وريبوزوم على الاوتر سايد. فيه كروماتين موجودة على الانر سايد السطح الداخلي. ريبوزوم موجود على الاوتر سايد السطح الخارجي. طب بالأي ام باشوفه عبارة عن دابل وولد ميمبراين مكون من سطحين. يعني ايه تو? يعني اتنين. بارل متوازين. يعني ميمبراين زي الاتنين. قريبين من بعض واي كأنهم واحدة واحدة. موضح المحتOnly. سيبراتى عن بعد. بيبير زيارة نوضح موجود ويلفة حوالي النواة. مقاطعة عام. على فترات بـ At 나중에 برزه بشكل ميت. بعدين قالك WareANSي الآخر نيبراين والاوتر الخشن عشان لازق فيه ر حبائبي بيزوج على vê tratقة لي Angleist alrighting, وي أكمل مع الار concernery C stearney Fox بالنFP الخشنة. والاوتر الخشن الخشنة 2016 عشان اتتشت فيه لازق فيه خيوطة الخروماتين اللي هي تحديدا البريفرال الخروماتين زي ما شرحنا. is associated with more. طبط مع نيوكلر لامنا نيوكلر لامنا نيوكلر لامنا اللي هي فورمد مني معمولة بيه اللامينز عشان تعمل استبيلزيزيشن عشان تسبت نيوكلر انفلوب غشاء النواي. بعد كيه لك في عجز ما نيوكلر بور كومبلكس معقد موجودة عند البورز بتاعة النيوكلس. سيركلر فتحات الدائرية على فترات. يعني مش دايما كده مش متقطع كل ده على فترات بل ايه حاجات متقطعة. ماشي. where inner and outer membrane fuse. حيصيح صرفيوزة ما بين الاوتر والانر membrane. they are formed of 13 nucleo protein proteins. نيوكلر بورين بروتينز. معمولة من بروتينز. البروتينة دي موجودة عند البورزة عند السقوم بتاعة النيوكلس بتاعة النواية عادتها. ثلاثين. الثلاثين دولي يتاحد مع بعض ويعملي octagonal ring. يعملي الرنج. الحلقة. الحلقة دي مكوية ثمانية عبارة عن خيوط. نيوكلر بورين موجودة عند الثقوم. فين في النيوكلس. extend into cytoplasm and nucleus تمتد داخل الcytoplasm. وخارج النيوكلس. function وظيفتها transport تنقل البروتينز. البروتينز للنيوكلس للنواة. and export. يعني تعمل export. يعني تنتق. الRNA والريبوزومز. الRNA and ribosome and subunits تنقل الRNA وتنقل الوحدات الريبوزوم للcytoplasm. through and transport البروتينز عن طريق البروتينات. اللي بتعمل transporter اللي هي مين اللي هي دي. بعدك الكروماتين. الا definition تعريفه. قال لك النواة اللي مش هتنقسم. الكروماتين هو الكروموزوم المتيلير. اتفقناه وقالنا بيتكدس مع بعضه ويعملي الكروموزوم. in uncoiled state. في حالة uncoiled. يعني في حالة مش متكدس على بعض. واتفقنا وشرحناها ليه. it represents the genetic material. بيوضح الماده الورثيه. او هو الماده الورثيه. formula of nucleoproteins. معمول من nucleoproteins. النوكليو عشان هو DNA و DNA double stranded. وهي stone and stone proteins عشان قلت بروتين هنا. it's found in two forms. موجود في صفتان. او وهترو. الاو ده extended. موجود. uncoiled مش متني. chromatin. الهترو بعد ده coiled inactive. يعني ملفوف على بعض. inactive مش نشيط. الاو ده يحتوي على active genes. على جينات ناشطة. لكن الهترو بيحتوي على inactive genes. جينات غير. الهترو بيحتوي على inactive genes. يعني ياسود. بمعنى موجود يعني. in metabolic the active cells. يعني in metabolic the active. يعني الخلاياة اللي عندها متابولازمة. عانية المتابولازمة ناشطة. لكن هنا inactive cells. الخلاياة اللي غير ناشطة. زي small lymphocytes. اه قلت لك. شرحت لك يعني. NLM light microscope. دي عبارة عن خوط رفايعة. خوط رفايعة. خوط رفايعة بتبان بالبيزوفاليك. بيزوفاليك باهت. يقول عليها بيزيكرر حوالي صلة. باهتانة يعني يعني يباني اللي جواها. وعشان يباني اللي جواها اللي هو nucleus. nucleus with clear nucleus. يعني ايه nucleus يعني نواة. with clear يعني واضحة. نيكليولس بتاعتها بتكون واضحة. لكن ده coarse clumps. تجمعات. تكتلات coarse كبيرة. dark basophilic. بتبقى condensate بتبقى متكتلة. nucleus بتبقى عندها unclear nucleus. يعني نواية غير واضحة. بالem بالelectro microscope. يباني. يعني فاتح لكن الثاني. يعني غامل. طب فين اماكن الموجودة على الاطراف. ياما جزر موجودة ما بين الاطراف. وما بين. nucleo associated المرتبط بالنوكليولس. ثاني peripheral. يعني موجودة على الاطراف. لازق في inner surface بتاع nuclear membrane. لازق في السطح الداخلي بتاع nuclear membrane. طب. chromatin island. يعني ايه chromatin island. يعني جزر على chromatin. دي موجودة فين. قال لك دي من الجماعة in clumps. يعني من الجماعة في تكتلات. التكتلات دي فين. scattered في nuclear sub. يعني مبعثرة. داخل nuclear sub. داخل السائل موجود في النواة. طب. nucleolus associated chromatin. يعني. المرتبط بالنواة. قال لك دي من الجماعة in clumps. بعدين وظيفة chromatin. هنقولها مع وظيفة النوكليس بالاخر.